طبعا كلنا عارفين ان خلاص كلها ايام وتصديف مصر كأس الامم الافريقية كل دعوتنا لمنتخبنا المصري ان شاء الله لمنتخبنا الوطني بالتوفيق وانه يسعد جماهير كرة القدم ان شاء الله ويقدر انه هو يرسم البسمة على وجوه الجميع وده اللي كان حريص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة الرسالة اللي وصلها لمنتخبنا خلال تدريباته باستاذ الدفاع الجوي الرئيس هناك التقى بأعضاء المنتخب اللي هيشارك في بطولة كأس الامم الافريقية اللي هتصدفها مصر طبعا والرئيس اعرب عن خالص امنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة واكد انه على ثقة كاملة ان اعضاء جهاز المنتخب الوطني مدركين واللعبين كمان مدركين حجم المسئولية الملقاة على عتقهم وطلب من كل افراد المنتخب ان هم يبزلوا اقصى الجهد لاسعاد الشعب المصري اللي بينصر ليهم بكل الاحترام والتأدير كمان الرئيس شدد على اهمية ان افراد المنتخب الوطني يتحلوا بالانضباط والسلوك الراقي علشان ده بيعكس كنهم وجهة لحضارة مصر وعلاقتها وبيبرز قيمة مصر وشعبها العظيم وهيكمل ان شاء الله تعالى الصورة النهائية لنجاح البطولة سواء من الناحية التنظيمية او من الناحية الجامهرية اما اللعبين من ناحيتهم فتوجهوا خلال اللقاء بالشكر والتأديل للرئيس لحرصهم لحرصوا على زيارة المنتخب قبل فعاليات بطولة الامم الافريقية وعهدوا الرئيس على ان هم هيبزلوا كل الجهد علشان يفرحوا ملايين المصريين كمان الرئيس اجرى جولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاذ الدفاع الجوي علشان يشوف اخر الترتيبات الانهائية لأعمال رفع الكفاءة اللي بيتم تنفيذها بالاستاذ طبعا لاصدافة عدد من مباريات كأس الامم